اشتركوا في القناة والمعرفة في ردها من اهم ما يوجد في هذا التسويق فلذا يجب على العامل في هذا النوع من التسويق ينبغي له ان يكتسب المعلومات وان يزيدها وان يوثقها وان يؤكدها وكذلك مما يعني يفيد في طرح الاعتراضات من الاشياء التي تفيد في طرحها بيان الحق وتمييزه عن الباطل كذلك من فوائد الاعتراضات الثبات على الحق اذا عرفت الحق وتمييزه عن الباطل فانك تثبت على الحق في هذه المسألة وتجانب الباطل كذلك فيها فائدة التعليم الجاهل وتنبيه الغافل وإفحام وإسكات المعاند فهذه أشياء مفيدة يستفادها الإنسان من وجود الاعتراضات ومن إلقائها عليه لكن يجب وهذه مسألة مهمة يجب على الشخص أن يتأكد أن الفكرة أو القضية أو المسألة التي يدافع عنها ويرد الاعتراضات عنها يجب أن تكون حقا فيجب أن يبحث وأن يتعب وأن يرسخ هذا الأمر في ذهنه أنها حق بعد ذلك ينافع عنها ويدافع عنها لأن دفاعه عنها حينئذ سيكون صحيحا وحقيقا ونابعا من قلب ترجمة نانسي قنقر